عملية تهريب للنفط على أعلى المستويات وبصفقات خيالية تعقيدها ميليشيا سوريا الديمقراطية مع نظام الأسد عن طريق سماسرة ووسطاء محليين مصادر محلية كشفت عن تهريب النفط الخام ومشتقاته من مناطق سيطرة ميليشيا سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات نحو مناطق سيطرة النظام السوري بعد شرائه من قبل أحد رجال الأعمال الموالين للنظام والمدعومين منه والمفروض عليه عقوبات أوروبية المصادر تكشف تفاصيل عن تلك العمليات وتوضح أن التهريب تقوم به شبكة واحدة يديرها أحد التجار الموالين للنظام ويكن القاطرجي وذلك بحماية من عناصر الأمن وقوات النظام من قوات الفرقة الرابعة في الضفة الغربية لنهر الفرات كل ذلك يجري على علم ومراقبة قوات التحالف الدولي التي تحلق طائراته فوق المعابر بشكل يومي التجار يقومون بشراء النفط الخام بسعر يتراوح بين 25 إلى 28 دولارا للبرميل الواحد من الآبار التي يشرف عليها مستثمرون من ميليشيا سوريا الديمقراطية مقابل مبلغ مالي يعتمد على جودة وغزارة النفط ومن ثم يقومون ببيع النفط لشركة القاطرجي وهي شركة يملكها أحد رجال الأعمال الموالين للنظام ممن اتخذت عقوبات أوروبية بحقهم أصحاب المعابر والخطوط التي تجري فيها عمليات التهريب يتلقون مبالغ قدرها 1500 ليرة سورية مقابل نقل البرميل الواحد في الوقت الذي يدير فيه عملية نقل النفط بين الجانبين ممثل عن شركة القاطرجي حيث يتم قطع إيصال بكمية النفط الواصل إلى الضفة الغربية لنهر الفرات من قبل ممثل شركة القاطرجي ويتم صرف قيمة الواصل من قبل المحاسب في بلدة شحيل شرقي دير الزور وبعد ذلك يتم نقل النفط بواسطة صهاريج تتبع للشركة نفسها ترافقها حماية من قوات نظام الأسد إلى محافظة حمص وإلى الحدود السورية العراقية